هل هبطت المخلوقات الفضائية بصحون طائرة في صحراء الولايات المتحدة ونصبت خزوقا معدنيا لميعا يحمل رسالة غامضة لسكان الكوكب الأزرق؟ قبل عدة أسابيع عثر موظف حماية الموارد البرية على هذا العمود في جنوب ولاية يوتا عندما كانوا يعدون الأغنام في المنطقة من علامة طائرة هولوكوبتر نزلوا لفحص العمود المعدني عن كثب وتبين أن ارتفاعه ثلاثة أمتار ونصف المتر رفضت السلطات الكشف عن الموقع الدقيق للمنصة خوف من أن يتمكن الناس من العثور عليه ثم أعلنت إدارة الحياة البرية في ولاية يوتا أنها تلقت معلومات عن اختفاء الهيكل ليس لطيفا أن تتراجع المخلوقات الفضائية وتسحب هديتها من كوكبنا الأزرق الجميل لذا وسائل إعلام الرومانية تحدثت عن مسلة بشكل مثلث مغطى بخربشة دائرية بطول أربعة أمتار على تل باتكا دواميني في مدينة بياترا نيمت وظهر مجسم لثالث مرة في أتسا كاديرو في كاليفورنيا ومن ثم تم رصد الكتلة المترسة مرة أخرى في تكساس بالقرب من مطار سان أنتوني الدولي مسلة خارج متجر أيضا للحلويات في منطقة الستريب في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا المغردون شبهوا الجسم بمسلة من فيلم ملحمة الفضاء لعام 2001 يشبهه كثيرا يقول أبو مهدي أبو مهدي يقول هذا الهيكل المعدني هو وسيلة سفر المخلوقات الفضائية جابت لقاحات كورونا لسكان الأرض كانت في استراحة قصيرة قبل أن ترجع أدراجها روب يقول كما سبق أن ذكر في عدة كتب ومقالات فإن الجنة من كوكبه شبيتشن يقول يستطيع أن يسخر بعض البشر لأداء أعمال لصالحهم عن طريق عملائهم في كوكب المريخ لتشديد وإحارة سكان الأرض لدينا هنا أيضا حل اللغز أتى عن طريق هذه الصورة نشرت على حساب يدعى أشهر الفنانين على إنستجرام وتم تعليق للمهتمين بالاقتناء بهذه المسلة الفضائية للبيع تبعوها بمنشور في خدمة المتراصة أو المسلة مواد ذات أبعاد أصلية بالمتحف مقابل 45 ألف دولار للطبعة الثالثة بارتفاع عشرة أقدام يشمل السعر خدمة التوصيل والتركيب ستة أسابيع من غير قابلة للترجيع والتبديل نشروا الصورتين معلقتين أيضا أنها ليست كائنات فضائية وأظهروا الأشخاص الذين يقومون بتصنيع المجسم المعدني الذي حير بعض الناس أصبحت موضة فظهرت على جزيرة آيل أوف وايت جنوب إنجلترا صممها فنان يعيش في الجزيرة للتسلية ويدعا توم دانفرد بعد العثور على متراصة تمت إزالتها من قبل مؤسسة التراث القومي بالجزيرة ومنذ ذلك الحين تم إجراجها على موقع إيبي للمزاودات وصل سعرها على إيبي إلى تقريبا 12 ألف جنيه استرليني حتى دخولنا لهذا الأستوديو ما زالت هناك ست أيام وأربع ساعات لانتهاء المزال هناك لدينا أيضا هذه التغريدة من أحمد يقول شو هي خطة ما بعد الكورونا يعني جسم معدني ثلاثي الوجوه مضروب بجلخ باليدو ملحوم بطريقة غير احترافية كمان ومغروز بالأرض بشكل مكشوف كمان فوين اللغز العجيب هو يستغرب لحظة أصبحت هذه الأشكال المعدنية طبعا أصبحت موضة كل يوم تظهر لنا في مكان حتى لو كانت في مكب زبالة بمدينة بولتافيا في أوكرانيا شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها ترجمة نانسي قنقر